موسيقى ست بتتمشى بالليل للبيت بعد ما خلصت شغل يهجم عليها حرامي من تحت وحرامي من فوق عايزين منها الفلوس ترفض لانها بتكسبها بعرق جبنها وراجل شافهم بس مقدرش يعمل حاجة نجحت الست تهجم عليهم وتهرب والحرامية بيجر وراها لقيت شرطي اخيرا ولما تروح تستنجد بيه تحصل مفاجأة هجم عليها وموتها ومش مصدقين الحرامية عينهم الصبح شرطة جات وقفضت على الحرامية وبيحلفوا ان شرطي هو اللي موتها مش هما راح المحاق مكري يعاين الجثة يقول له الدكتور عندها كسر في الجمجمة وكسر في الحنجرة وبالنسبة لجسمها وجسم الحرامية مستحيل هما اللي يكونوا عملوا كده المحاق مكري يقول الست دي كان لها علاقات بشرطيين قبل كده كتير ممكن يكون اللي قتلها شرطي فعلا ما صدقهوش زميله اتنين حبايب ماشيين في الطريق عشان عندهم حفلة فجأة الاشارة تبقى حمرة لفترة طويلة والشرطي يجيله ويقول له انزلي يترجاه الشاب ما يديروش مخلف عشان التأمين ولكن يديله حاجة تانية طلع سكنته هجم عليه وموته وحبيبته هربت بسرعة المفوت باري راح له المحاق مكري ويقول له لازم نفرت فحصه طبي ونفسي للضباط هنا لان شكل الجرائم اللي بتحصل هي بتحصل بسبب ضابط مريض نفسي او مجنون ده بيستمتع بقتل الابرياء يقول له المفوت باري طب ما انت يا مكري ليك سوابق ما شكش فيك ليه ده انت حتى ما بتتحكش واعتقد ان ده مرض نفسي يقول له مكري يا فندم انا مستعدة بقى اول واحد يتعمل عليها الفحص ويحاول يتحكله راجل بالليل راجع عربيته بعد ما خلص شغله وفجأة يجيله الشرط يقبط عليه ولما يطلع سكنته يخاف بسرعة ويجري وطبعا في الوقت المتأخر ده هيستنجد باي حد ومفيش رد خالص الشرط يجيه ودفن وشه في الاسمنت الشرطة جات تعين الاضرار ومش عارفين هيعمله ايه العمدة هيتجنن الاحتفال القومي قريب وصمعته هتبوز بسبب الجرائم القتل دي وممكن الناس ما تنتخبهوش يقول للمساعد لازم تكلم الشرطة تتصرف راح المحاق مكري للإعلامية والصحفية زملته يديها كل المعلومات بخصوص الشرطة القاتل والجرائم بتاعته عشان تنشرها في الصحف عشان لو حد فاسد في الشرطة نحاول نفضحه او حتى نعرفه العمدة اتصدم والخبر منتشر في كل حتة بوجود قاتل شرطي مجنون بيتل في الابرياء ويقول للمساعد لازم نعرف مين نشر الخبر ده انا سمعتي خلاص على المحاك واحدة عربيتها عطلت على جنب خايفة جدا للشرطة يطلع لها لما لحظت عربية شرطة وراها والشرطة يجي لها تخاف قررت تموته قبل ما يموتها وللأسف تلع مجرد شرطي عادي المفوت باري هيتجنن خلاص اي حد بيقتل شرطة دلوقتي بيقول اصله كان هيموتني سمعة الشرطة القاتل بهدلتنا ويؤمر قائد الشرطة يتصرف ويجيب القاتل ده حتى لو من تحت الارض ويوعده القائد انه هيعمل كل اللي يقدر عليه الان مهووسة بالقاتل ده وفاكرة جزها جاك لانه دايما بيخرج بالليل تقوله انها محتاجة انه يعود معاها يقولها ومين هيصرف على البيت وعلى علاجك يا حبيبتي اوعدك على اخر الاسبوع نخرج مع بعض ولما يمشي تجي لها مكالمة من ست انه جزها مش هرجع لها تاني تتجنن وتقرر تروح ورا جزها ترقبه تلاقيه دخل فندق غريب وقوضع عمال بيبص حوالي لا يكون حد مرقبه ولما تدخل وراها تلاقي هدوم شرطيين وتدخل تلاقي جزها جاك بيخنع مع شرطية اسمها سيرسيا يقولها استنى اشرحلك تهدده بالسلاح وانها خلاص مش عايزة تشوفه تاني وهي ماشي حزينة يختفى شرط القاتل وعملت التنظيف الصبح جاية تدخل الغرفة بتاع جاك ما لقيتش حد ولما تدخل الغرفة تتصدم لقيت جثة مراته إيلين مقتولة راح قائد الشرطة ياخد جاك من وسط الاجتماع يقوله احنا لقينا مراتك إيلين ميتة في نفس غرفة الفندق اللي كنت بتخنها فيه انت كده اللي قتلتها ابضوا عليه واعلن العمدة لكل الناس ان هوية القاتل الشرطي هو جاك فستر وخلاص ابضوا عليه والجرائم خلصت لما دخل السجن مش مصدق نفسه ويقول مستحيل دا إيلين كانت مهدداني بالسلاح أصلا يقولوله كل الأوصف بتاعت الشرطة القاتل بتنطبق عليك والحل بتاعك هو ان يكون لك شريكة في القتل واكيد هي حبيبتك سيرسيا مش مصدق نفسه جاك مراته ماتت ولبس هو كل التهم الناس خلاص ما بقاش عندها ثقة في الشرطة بيعودوا يبعدوا ولادهم عنهم وبيحربوهم وبيهربوا منهم اعتقادا منهم ان القاتل في وسطهم صمعت ضباط الشرطة بقت في الطراب وكل اللي مخوف المحاق ماكريه ماذا لو ان جاك فعلا مش شرط القاتل والشرط القاتل لسه حي يروح المحاق ماكريه يعرف من جاك هي سيرسيا بتستخبى وبتبقى موجودة فين يقوله دايما على أبواب الكازينو بتقبض على المجرمين يعيني بتتعب جدا وفعلا سيرسيا وقف على باب الكازينو ولما تيجي تمشي تلاقي الشرطة قدامها تقوله على فكرة انا في مهمة وشرطية زيك ولكن لما تيجي توري له الشارة يهجم عليها ويجي المحاق ماكريه تهجم عليه ويجي المحاق ماكريه يهجم عليه يهجم عليه القاتل ويعوره ويختفي في ثانية اتأكد ماكريه ان جاك بريء وتقول سيرسيا القاتل لما خنقها كانت ايده متلجة جدا وما كانش عنده نبض اكنه كان ميت بالضبط هيتجنن ماكريه ومش مصدق نفسه قرر يروح يدور في ملفات الشرطين اللي ماتوا يمكن يلاقي حاجة لما رجع المكتب ملاقاش حد غير ست اسمها تيريزا وبما ان ماكريه مش اجتماعي فمش عارفها يعرض عليها يخرج ويشربه شاي يتعرفه على بعض تقوله مش دلوقتي لانها عايزة تروح تنام مرقبها ماكريه في العربية لانها اخر شرطية بتمشي لقاها وصلت لمغزن مينة قديم وينزل ماكريه رقبها المفاجأة انها بتحب الشرطة القاتل وبتطلب منه يوقف جرايم القتل لان الشرطة خلاص ابطت على جاك وهيلبسه كل التهم ولما تيجي تخلع قفازه تبان ايده الميتة وتحس بحركة حواليها تضرب نار بس تقول يمكن يكون كنفر ولا حاجة مش مصدق نفسه ماكريه بعد ما شاف وش الشرطي هو مات كورديل شرطي زمان مات وكان معروف عنه ملاحقته للمافيا وتجار المخدرات وكان شرطي صالح بس للأسف السياسيين اتحلفوا مع المجرمين ولبسوا طهم هو مع ملهاش وودوه السجن وهناك مات يقول الشرطي على فكرة العمدة بتاعنا كان هو اللي صدق على قرار دخول مات كورديل السجن وبسبب الظلم رجع مات من الموت للانتقام ونايم مات كورديل الشرطي القاتل وبيحلم ازاي ودوه السجن ظلم والمجرمين هناك هجموا عليه طعنوا فيه وشوهوا وشه ومات راحت سيرسيا الجاك ويقول له عرفنا القاتل هو مات كورديل مش انت يقول لها بس ده ميت يقول له ماكريه محدش هيفدنا في الموضوع ده غير الدكتور اللي شرح الجثة هل مات كورديل كان ميت ولا لأ وهل الدكتور ده شرح جثته ولا سلمها لأهله على طول وللأسف مش عرفوا يطلعوا جاك من السجن إلا لو أثبته إن مات كورديل لسه حي راح ماكريه يفتش في شنطة تريزا حبيبة القاتل الشرطي ولكن هجمت عليه بالعكاز خدوا منها قبل ما تخلص عليه ولما تيجي تهرب تلاقي جث الشرطي مشنوء قدامها تعد تصرخ ويجي ماكريه تقول له ده بيحبني مستحيل يموتني ولكن الشرطي جه وخطفها يحاول ماكريه سبته ولكن اتأخر جدا ومات كورديل قتل حبيبته تريزا وسيرسيا تحت تلاقي جثة المحاق ماكريه اتحدفت عليها نجح جاكي حرر نفسه يلاقي الشرطي بيقرب منه وبيسبته وبيتهموا إنه هو اللي موت الشرطيين دول كلهم يقول له جاك مستحيل وما بقاش عنده حل غير يهجم على الشرطي وياخد منه سلاحه ويضربه ويرح يثبت برقته بنفسه خد السلاح وثبت بقية الشرطيين وهرب وراح خد سيرسيا معاه العمدة خلاص هيتجنن جاك هرب وعندهم عشر شرطيين ميتين اللي احتفال القوم بكرة لازم نقبض عليه بسرعة راح جاك وسيرسيا للدكتور المفروض شرح جثة مات كورديل يقول لهم مات مات في السجن ولو كنا شرحنا الجثة واثبتنا كده كان هيبقى فيه خطر كبير جدا على الشرطة قررنا نسلم الجثة زي ما هي لأهله بس ما اعتقدش انه كان حي أصلا لان ما كانش عنده نبض وبعدين المحاق مكريمات انتوا جايين ليه ويشوف صور ليهم والجاك انه هو القاتل الشرطي وهارب من السجن كمان يقرروا يمشوا وكده مات كورديل ما ماتش أصلا ده لسه حي وهينتقم منهم كلهم الاحتفال بدأ والإعلام بين المظاهر الاحتفال بس الناس عاملة مظاهرات عشان يوقفوا حالات القتل نهائيا ويموتوا الشرط القاتل وصل جاك وسيرسيا مكتب المفوت باري وبسبب انهم بيدوروا على جاك فلازم سيرسيا تطلع هي تحاول تنبه المفوت لوحدها المساعد بتاع العم ده يقول يا عم احضر الاحتفال القاتل الشرطي ما بيظهرش غير بالليل يرفض العمدة ويقوله حتى ولو لازم احافظ على حياتي سيب الناس تحتفل ويسيبني انا هنا لما راحت سيرسيا تنبه المفوت ان مات كورديل هو الشرط القاتل ولسه حي وهيموتهم كلهم واحد واحد ولازم مايروحش الاحتفال عشان يحافظ على حياته يتهمها المفوت باري بالجنون ويجيب لها الشرط يحبسها ويمشوا للاحتفال ولكن الشرط القاتل وراهم موتهم كلهم زي ما سيرسيا حذرتهم الشرط يقول سيرسيا مش فرقة احضر الاحتفال اهم حاجة كون معاك يا جميل تصد سيرسيا يقرر يعقبها ويوديها الزنزانة وهو ماشي الشرط القاتل موت وبما انها مربوطة به قررت تروح تستخبه بسرعة تحاول تفك الاف وتنجح وتكسر الازاز عشان الشرطيين تحت يعرفوا ان في مشكلة ويطلعوا ينقذوها والقاتل الشرطي دخل عليها قبل ما تنط يمسكها بس تنجح تصده ولما يبص الشرطيين يلاحظوا جاك فورست الهارب قرروا يروحوا يقبولوا عليه وحطوه في عربية الحبس وفجأة القاتل الشرطي يكون هو السواء وراحت سيرسيا مع الشرطة هناك وراه خدهم القاتل لمغزن الميناء القديم ووصلت سيرسيا وراه راح يجيب سلاح يموت جاك ووشه المتبهد لزهر اخيرا ويرمي جاك ولكن يحاول الشرطي يهجم عليه فشل ومات هو لما يجي الشرطي القاتل يهرب يروح عليه جاك ويهجم عليه ولكن حديدة دخلت فيه وفقد السيطرة وعملوا حدثة ولما الشرطة جات تطلع على العربية ملاقوش القاتل ولا حتى جثته وبكده تم إثبات برائد جاك بس القاتل الشرطي مات كورديل لسه حي ومستعد ينتقم تاني وتالت ورابع